يسعيدنا أن يكون معنا في الستوديو المهندس أمين اللاريال رئيس وحدة الطرق بمكتب مشروعات بلدية باغازيباش مهندس أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا بيك سيد أحمد محبتين كافة المستمعين كرام أهلا وسهلا بيك بداية يعني كمفتتح نريد أن تعرفنا على تخصصات قسم الطرق داخل بلدية بالنسبة لتخصصات قسم الطرق مكتب رئيس وحدة الطرق عبد الله وهو عبارة عن دورنا الأساسي هو فتح المقتنقات والمصارات داخل المدينة كذلك العمل الآخر هو يشمل الصينات المستعجلة كيف مشاهدنا فترة الفاتت العمليات اللي صارا الانهيارات اللي صارا في الطرق كيف ما صار في طريق الدير الأول منطقة الحدائق صارا منذ صباح الذهاب إلى المكان الانهيار كان سبب الانهيار خط 1500 اللي هو خاص بجعب الصرف الصحي الناقل بين محطة جيد 11 إلى جيد 2 وكذلك في الانهيار عملية معالجة هنا ماليش يتوقف عندك كيف تكون؟ والله هي طبعا أول حاجة نكلمه في الشركة العامة المياه الصرف الصحي اللي هنا هي المشاغل الشبكة التالية المياه الصرف اللي في الداخل المدينة المغازي فهي المختص الأول فيحنا طبعا نتواصل معها بحيث أن شنو يشوفوننا المشكلة الأساسية يعني مثلا هالمشكلة الانهيار خاصة بالطربة أو خط النبوب بمتاع الصرف وهكذا فهم يؤدوننا طبعا المشكلة كيف نستطيع متاعها ويعطوننا المقاييسات بتاع الشغل ومن ثم ربعا نتلقوا نحن نبدو في العمل عليها تمام وغيرا؟ وغيرا من التخصصات؟ وغيرا من التخصصات طبعا كلها كافة مجلة الطرق يعني كلها أي حاجة في البنغازي طبعا رأسطة واحدة الطرق طبعا مسعوات بلدي البنغازي عندك هم مشاريع يعني خلال الفترة الماضية في أعمال رصف لازدواج الطريق الرابط بين البنغازي وجردينة وسلوك كم مرحلة أولى بدأتم فيه؟ أين وصلتم؟ والله هي طبعا طريقة سلوك جردينة جردينة نواجية فهي مرحلتين المرحلة أولى مقاربا 16 كيلو متر ومرحلة الثانية 14 كيلو متر ففي المرحلة أولى اللي هي بين سلوك جردينة طبعا العمل وصل إلى 60% من نسبة الإنجاز ونسبة كبيرة وصرعة عمل كبيرة تقوم بالشركة روبين بالعمل هضاهي روبين هاي شركة وطنية؟ الشركة وطنية هي اعتلف شركات طبعا عندها أربع شركات تحت المسافات وجسر الذهب وروبين وشركة الفكرة فهذه تجمع أربع شركات فهنا وخدت الطريق كاملية من جردينة لعند سلوك كم حوالي كم كيلو؟ 16 كيلو مرحلة أولى و14 كيلو مرحلة الثانية ام فالحمد الله هذا الشغل سريع في المرحلة أولى المرحلة الثانية توقع دين في عمال المساحية وعمال إنشاء العبارات كويس إنشغل ماشي كويس من شل العبارات معلش؟ عبارات المياه لأن عند قادي منطقة مفتوحة كاتمة آرية منكش عارف المياه من يجيك بتاع مياه المطار فالمياه طبعا في مساحات مفتوحة كبيرة تعبر تعبر في الطريق ندروا فيها عبارة كالفرس خاص بالمياه لنقل المياه وغيرها من مشاريع داخل بانغازي؟ طبعا نحن حاليا نقوم بها من شهر 5 2019 وفق لجنة الاستقرار نعمل عليها وفق لجنة الاستقرار طبعا المشاريع قمنا بها من شهر 5 2017 عند نهار اليوم جاي عن طريق توصيات من مكتب هندسي ليد والتوصيات عن طريق الصليب الأحمر فيه طبعا نحن نسمعيش فهمه ما يفرق بين إعادة الاستقرار وإعادة الأعمار طبعا فيه مفهوم يفرق يعني الاستقرار طبعا هو عبارة عن تهيئة إعادة الأعمار انت مقدرش أنا مثلا الطفل الصغير لما جيبه أمه مقدمة ممشي دغري يعني فضروري شنوا من أشياء قبل ما أنت توصي في الحجم تاعك فكل غرض من هذه الاستقرار هي عبارة عن توصيات دولية يعني بحيث أن نفتحوا مختنقات نفتحوا مسارات انهيئ الظروف لل تصينوا الظروقات طبعا نعم انهيئوا الظروف لللي جاء يعني طبعا انت تستقبل الشركات وتستقبل شركتها أجنبية والسفارات طبعا جيئات الأعمار مهيس سهل يعني فالوضع اللي تول نحن في الاستقرار هو عبارة عن فتح مختنقات فتح مسارات حال حلا شوية كذلك طرق محاولة سيانة طرق فهو الاستقرار الشركات هذه اللي ذكرتها مثلا زي الشركة اللي تقوم بعملية رصف الطريق بين غازي وجردين أو سلوك ضمن المراحظات المسجلة يعني شنو او الحاجة وضحة العام هل لديها القدرة والألات والمعدات والتجهيزات على مثل هذه المشاريع والله طبعا لا لا طبعا شركة روبين شركة كبيرة يعني هو اتلف شركات يعني طبعا مثل شركة روبين شركة بارقة شركة أكاكوس هذه المعروفات فالطرق يعني شركات كبيرة يعني اهتلا بشركات اه شركات كبيرة داران شركة واحدة بحيث ياخد مشروع اه كبير كيف طريق سلوك جردينة ووضح كويس اني الحق اني وصلوا ستين في المية اضع نجاز كبير يعني في خلال العرب كم قيمة العقد حوالي؟ ووضحة قيمة العقد مزلزة يعني تقريبا 14 من انك norte مواقع وهي 2 جه inflict 내일 طبعا المواطنون في بغازي هيجتكون يعني في عديد مناطق والاحيان نعم يعكس منسوع الخدمات في بعض الطرق نعم يعني هذا النتج incentives طبعا وهو نتج ان توقف التنمية يعني تشوف انت طبعا خلينا شرحك البداية يعني بيش تقدنا فما الناس كيف فهمة يعني طرق هذين وشي ننقصها في السل العواء طبعا نحن نعرف ان بنغازي كانت مبنية عن طريق الجيل الاول كان مكتب مخطط العام سنة 1936 كان شركة اسمها مكتب ديسكيادس اليوناني عد مخطط الجيل الاول سنة 1936 ومن ثم عد مخطط الثاني الجيل الثاني هو سنة 1980 ومن ثم توقف العمل على المخططات الجديدة حتى 2008 جدت مشروع ليبيا الغد قدم على الجيل الثاني مدينة بنغازي لكن لأسف توقف بعد اندلاع الثورة في 2011 فنقولوا نحن التنمية في البلنية التحتية متوقفة من 1991 بالنسبة لمدينة بنغازي وهو يغياب المخطط الثاني بالمدينة نحن طبعا بيش نديرو شبكة مياه طال فالضرورة من المخطط الثاني مدينة قبل يعني بيش نعرف ان هنا منطقة تجارية هنا منطقة سياحية هنا منطقة اقتصادية هنا صناعية نعرف قطر الجعب نحتاجه هنا نعرف انه نحتاجه عبرات مياه نحتاجه كذا فللأسف يعني العمل هذا متوقف يعني من المجيل الثاني نقول من 1991 لكن انه نحكي باش مهندس على اللاحق يعني بعيدا عن الحديث بالمشاريع العامة والاستراتيجية اللي على مستوى الدولة ولكن نحكو على عملية الصيانات الآن عندك طريق من في شرعة جمال عبد الناصر مكشوطة تو الهاب لي عليك اربع سنوات تقريبا ولا ثلاث سنوات لأسف طبعا انه مثلا توى مثلا مريق شرعة جمال عبد الناصر اللي يتبع بلديد بن غازي عمل الشركة يتبع جهاز تاني وتطوير المدن فالمشكلة انه تعدد اختصاصات في داخل المدينة بين تطوير المدن هذا من المسكة تطوير المدن يسيدك والسيد ماسكة طبعا مهندس هو لكن عنده نقص في الامكانيات معقولة نقص في الامكانيات نحن نحكو على ممكن نص كيلو او اقل لغة نعم مش معقولة لأسف يعني هو كان تبعنا شرع نقوله بس هو طبعا مستلمة الحكومة مستلمة جهاز تطوير المدن لاعلى من السبب الأساسية وراء توقف العمل في شرعة جمال عبد الناصر وفي نفس الوقت وقت حتى طريق المطار يعني واخد طريق بولدي كان نسلك على طريق المطار ايضا حتى هي متوقفة حتى هي تبع جهاز تطوير المدن مش تبع بلديد بلديد تطوير المدن اسمها نعم والطريق بهذا الشكل وبهذا الشكل فطرق بسبب لديد بلديد بلغازي تم انشاءها على مواصفات الطرق المؤقتة بمعنى بمعنى ان عندنا إعادة الاستقرار بحيث ان حل مغطنق فوري في غضون شهرين او ثلاث شهور فنحن شغلنا كلها غرابيتها شهرين ثلاث شهور تاخذ الطريق كشغل مؤقت فتح مصار ومغطنق وحفاظ على المصارم العشوائي جزء من طريق القوارشة ايضا دائما غادي متكسرة وبدأت شركة تعمل ثم الباية توقفات عن شي لشلطامي عن شي لشلطامي طبعا نقصة طبقة ثانية هي عدة طبقة الاولى بعدها جت لنطار فصعب انها تشتغل في لنطار نحن نرى ونحكو على تقريبا ستة شهور سبعة لا نعم طبعا في مشاكل في خط الموية كان خط العمارة الثنمية بتاع القوارشة كان واصل محطة القوارشة لعين محطة المعالجة اللي هي متاع البيارة فالمشكلة انها محطة المعالجة لما جو بيع القولها خط الصرف الصحي ما قدرش يخش عليها جو لانها كان في ميليشيا بصيطرة على المحطة متسمحش حتى بدخول فرقصي هنا تم سرقة العديد من الانبيب والوصلات من محطة المعالجة وهي محطة رئيسية هذة هي التشيلبونية تحتية تابنغازك الله وشهادني حتى قصة المهندس قصة المهندس يعني مدام هذا الوضع اللي تحكي فيه والأسباب هذه أسباب مقدمة وليست لاحقة محطة المعالجة منهوبة من فترة طويلة من 2006 شوف لها كم 18 سنة خط الثنمية محطة القوارشة يعينوا من قصة الصرف الصحي الصرف الصحي طبعا من سبب عمر الله ومشاكل كبيرة فساعة البلدية إلى حل حلت هذه الأزمة في تنفيذ خط من عمارات الثلاثمية إلى محطة المعالجة حلتها؟ حلت إن شاء الله والخط قاعد على خلاص من فشلة 28 متر قد نركبه فيها لها كم؟ والله تقريبا لحاجة فترة تقريبا نص سنة كم المسافة؟ مسافة تقريبا 3 كيلو ونصف 3 كيلو ونصف طيب في أيضا الهبوط اللي حكينا عليه زي الهبوط اللي ذكرته حضرتك عند الحدائق وعندنا هنا تقريبا في طريقة إلى الهبوط أو التصدح هنا عند دق دوست نعم دخلت كتيبة الأمن السابقة نعم هبوط شرع دبي من قبل طبعا نقول لك البنية التحتية نحن منهارة بالكامل عندنا 60 محطة رفع هي الخاصة برفع البنية التحتية 60 محطة رفع هنه كله ما يخدمانش كله نعم فالبلدية قامت بتوريد سايكل هنه مولدات رفع مياه مؤقتة لأن المولدات الأصلية طبعا 250 لتر بالسكن اللي يشيلا في الصرف سلج من المنسوب المنسوب هذين حاليا توفر فيه الشركة الألمانية كانت كي اس بي الشركة هذه الآن لا تصغير القدمها مدينة منغازي من ظروف الأمنية فالبلدية سعت إلى حل مؤقت لتشغيه عن طريق السايكل الناس الوقت يعدى البحر يعني فهو المنسوب كل ما يزيد يولع السايكل بعد يطفوه عرفتم فهو طبعا النقل مؤقت تخفض المنسوب لكن السبب اللي هي الرئيسي طبعا أنه بنيت حتي انتهت بكامل هي استهدت يعني نحن حيث نتوى نشوفه مثلا منطقة داقة دوستا طبعا شرع دبي مصمم على 20 حوش دولين إجعبها 300 تبتشيل 20 حوش أنت حطيت منطقة كاملة هي منطقة داقة دوستا بإماراتها بدنيتها بمولاتها على نفس الخط فمشطبي الخط بيتحمل انطرب الخط فصلا هو بطاة منطقة كاملة نتيجة منطقة كاملة طاعت من اللي حط وي وي وضعه ومفروف فيه تخطيط فيه مخطط عام البلدية سعت الآن إلى مع حكومة السيد رئيس لازل الاستقرار وهو سيد الحبري فيه تعامل مع مكتب استشاري مكتب ليد بحيث أنه يضع خطط الجيل الرابع يضع مخططات الجيل الرابع بحيث أننا نعرف المناطق امتعاتنا هذين درجة الاستعاب تعلمية امتعات الصرف الصحي أكثر الجعاب فيه حتى مكتب الصليب الحمر حتى هو قاعد يأدفي دراسات كمساعدة بلدية بنغازي بخصوص بنية التعطية طريقة التغلب على المشاكل فيها لكن الحق تببي بنية تعتية خاصة في المدينة بنغازي مكلفة وتحتاج أقل حاجة نقول لك رقم خمسين مليون يورو خمسين مليون يورو هذا تحتاج بنية تعتية داخل بنغازي أصوة إذا كان بحثنا في المشيعة كان يعتبر المشروع إسلاوي ست مناطق داخل مدينة بنغازي كانت تكلفتها أيام المشروع يبعاد 824 مليون يعني تظل هذه الحلول والمعالجات وهذه الحلول ترقيعية ترقيعية ومؤقت تمام لكن نحن محتاجين إلى معرفة هذه الشركات زمان يعني عملية التعاقد تكون واضحة وشفافة ومحددة ومقيدة بزمن ورقم العقد والمدة والشركة ووضحة المالي والقانوني وشين عندها متجهيزات ومقرها الآن مفيش لا متوفر كل هذا بالنسبة الشركات المحلية كله متوفر زمان حتى في يافطة مثلا هذا المشروع بالنسبة الشركات المحلية كله موجود اليافطات موجودة كل الحاجة موجودة ورقم العقود وفيه طبعا الناس مش عارف أننا ما زال نحن العقد لما يطلع يجينا نحن نشتغل الطريق يتعدي لجنة المتابعة يتعدي لجنة ضمان الجودة يتعدي لجنة السلام خاصة ضمان الجودة هذه شنو وظيفتها هذه وظيفتها تشوف العمل هل هو طبق المقايسة المقدمة أو لا وثم يعدي الدول المحاسبة تغطر هذين كلهم طبق المقايسات يعني مقايسات المقدمة اللاحقة مقايسات المقدمة يعني مقول طريقنا نحن 6 سانتي 6 سانتي هذه تعتبر طريق معقدة يعني مش مقول أن طريق 6 سانتي يعني تعتبر طريق حسب تصميم لأنه فيش تصميم يقول 6 سانتي لقل الحاجة كنت بدي طريق تندر عليه 16 18 26 كيف الدائل الثلاث ثم طبقات القطران في 32 سانتي شال نوع الاسفلت هذا اسفلت طبق طبق طبقات يعني التصنيف يعني التصنيف من النح يعني مستوى الجودة مستوى الجودة يختلف برضو نحن طول نشتغل عن طريق مرشيل مرشيل هذه طبعا في الدول العالم كلها عروف ذات طريقة مرشيل هذه نستخدم فيها الدول الفقيرة طبعا طريق الحديث للقطران هو وإضافات البوليمر لتحسن من جودة القطران بيتومين طريقة نستخدم فيها هذه طريقة مرشيل هي غير مكلفة ورخيصة في نفس الوقت حتى 6 سانتي نشي لك المؤقت نحن نفتح في مصار نفتح في مقتنق نحافظ على المصار من العشوائيات كيف دائرة رابعة طريقة دائرة خمس طريقة دائرة سيد فهو طبعا هذا هو الاستقرار يأتلى مور تأتي بعد نعم مشروع سيادي استراتيجي كبير وانا نسأل فيك طبعا انا عارف ان هذا ارث قديم يعني عادة من باب التعريف الناس والوضوح والشفافية وليس من باب المحاكمة لكن هذا الواقع لو لفينا حتى من هنا داخل بنغازي وقيامنا حالة الطرق بشكل عام انا زي ما قلت لك نحكو على ارث هنا بصراح هذا يعني واصلا مرحلة بالنسبة طرق داخل مدينة بنغازي بالنسبة طرق المزافلة من قبل 63% خارج خدم يعتبر نعم طرق قائمة انت لو طلاح حكيت على الجيل الثاني وحكيت على الجيل الثالث الجيل الثالث كان في 2008 كان يحكي 32000 هكتار مدينة بنغازي الان اصبحت مدينة منغازي 64000 فكتار الضعف الضعف فنحن طبعا حاولنا انه نرقل 64000 مع بعضها بانشاء طريق دائر الرابع فتح مصار نشوف انت دائر الرابع كان طريق واحدا مصار واحد فمشينا به 27 كيلو فتحنا دائر الرابع كامل وفتحنا الدائر الخامس ازدواش انتاع وانتوا ان شاء الله ماشي من طريق قيروال الى طريق طرابلس فتح عقاب مصار دائر الخامس حيكون حتى هو نقل المدينة فتحنا الدائر السادس دائر السادس مكنش موجود بالكامل اشتحنا من سيدة عائشة ومشيين به عند طريق المطار من ثم طلعنا به من طريق المطار جنب السائقة الى شراء العراق فتحنا اربع كيلو اخر نعم نعم دائره طبعا مدينة بنغازي تعتبر المركزيات الاسكية يعني يعني تصميم هاكي ما تقوله شعاعي وطرق دائرية فبنغازي قسمنها طرق شعاعية مثل شراء البحرين تمت سيانتا شراء سودان تمت سيانتا لدينا شعاعيات شراء الاندرس طول نشعه في مزدوج طول مزدوج بيبدأ من الكوبري متين واربع حتى شرام فطول قاعدين نبدو فيه بمراحل طبعا فيه عندنا حاجة مشكلة كبيرة هو طلبنا نقص مادة بيوتمين مادة بيوتمين لا تتوفرش واجد في السبسطور وهو الأسفالة نفسها فالمادة هذه تتوفر في ثلاثة شهور أربعة شهور في السنة فحتية ممكن سيرنا تأخير من القصة هذه وتهالك الطرق بشكل سريع بعد صياناتها أو سفلتتها تغطرينها شنو السبب بذات مع أول مطرة أول مياه كل شي يبان هي طبعا هي الأسسوس الأصلي الطرق والمياه العملية طبعا المياه طبعا لما جي إلى جل السيارة يضبط على المياه يضبط في الطريق تفتت في الطريق فهي الأساس الأول يعني السبب هو التجمع المياه على طريق به تجمع المياه لها معالجات لا لما يجد عندك تصريف مياه أمطار كامل وعندك صرف تصريف تصريف أمطار ممكن تجد عندها تصرفا لكن لما تجد ترتبط أنت بمنسوب منسوب أنت ضروري ترتبط طريق لو تبيدي طريق تبتربطها بمنسوب الطريق قائم أو الطريق قائم لآخر في نفس الوقت بيجلنك إيش حواشين تبتربط برضه عليه منقدرش لا نرفع طريقي بيش ننزل المي ونرقى فوق الحوش تنزل على الحوش فنقدر فيه نقاط كريتك للحرجة تقدر فيه لما فيه يعني أنا جاي دير المشروع وعرف أن المشروع هذا مسبقا يعني حل ملفق نعم مؤقت وليش ملفق في فرق مش تلفيق يعني بالمعنى المعروف عنه لما مثلا ندره طريق قولها عشرين كيلو طريق قولها عشرين كيلو في عرض ثمانية متر يعني ما يقارب عن كم حارة ممكن ثلاث حارات يصل ثلاث حارات حارتين يعني مثلا تقريبا ستة ثلاثين ألف متر مربع تدرناها مثلا طريق أسفلتي يجي متر مربع واحد حفرة فيه ما هيش مشكلة يعني أم أم مو أنحنا نبكو على فلوس يا باش مهندس ما هيش فلوس مو أنت مربع كيلو سبين جنيه هذين طرق قصية وهذين تعاقدات نعم بمقابل مادي نعم بمقابل مادي ما هيش مقابل مادي انت تخيل يعني لو ما نقول لك بمتر متاعي نار ستين جنيه أه فهذا يعني ما هيش مكلف انت في عقلك يعني انت شوف انت طريق المتاع اللي توا دروها بتلتة مليار و سبعمية في دائرة الثالث ام فشوف تفاق التكلفة يعني ام تشوف المواصفة فتخل التكلفة وفرق الجودة نعم ام فنحنا طرقنا هذين طرق بؤقت الفتح مصرات واقتناقات انت بحيث ان تتقضب العمار خيث نتشوفه مصر ام مصر حاليا قادة تعد في بنية تحتية لاستثمار يعني مصر توا موقفة لاستثمار الخارجي بحيث اننا قالوا لا نكاملوا عقاب ببنية تحتية مم وقت الظروف للاستثمار الخارجي بحيث اننا جن الشركات العالمية يلقن ببنية تحتية ويلقن ظروف مناسبة لانشاء استثمار متاح مم فكل تهيئ الظروف فنحنا لما نهيئ الظرف المرحلة القادمة فهذا هو الحال يعني فنحنا طرق مؤقتة هذين كما قلت لك اننا فتح مختنقات مم فتح مصرات محافظة عليهم العشوائيات وتسهيل للمرحلة القادمة ان شاء الله الناس الواقع يعني الجودة تعتبر كويسة يعني لما نقول لك اننا جودة طرق 80% أو 90% تعتبر جودة كويسة في انت يعني الوضع المدادة التاعك الجودة الان 90% كيف في خراية نعم الموجودة الان على حسب طرق المدير مثلا الجديدة يعني يعني مثلا اه جديدة لو قلت لك تسهيل في المئة من طرق القديمة هذه مما خلاص ما اتدورها تبقي لك 50 مليار دولار مرافق 50 مليار يورو مرافق متكاملة المدينة 50 مليار 50 مليار يورو نعم انت رابب انغايز تتكلم ب 64000 اكتار محيط منطقة صغيرة يعني انت تسهيل ما تسهيل مش هتتم يعني بحر يعني انت اي ودور البلدية طبعا صعب انها دول حكومة وبنية تحتية هذه سياسة الدول التي تخشان فيها يعني سياسة دولة تحطها بحيث انه تطور مبنية تحتية انت عاتل فنحن الان هذا عملنا قوموا بيه قاعدين ومشيين مشيين بيه ان شاء الله جودة كل مرة كويسة قاعدة باستمرار منحنا اعلى الفكرة العامة يعني ان احنا بدنا في 2019 كانت شركات قليلة عند الخبرة في طرق قال ما شاء الله اصبحت جيوش عندنا شركة نعم العاملين اللي بيين كلهم الصواقين اللي بيين كلهم مهندسيين اللي بيين كلهم وهذا يعني حتى هي مكسب ومكسب طبعا في حالة انه يكون الشغل مطقن اكيد مكسب يعني هالفطول طبعا يعني انت تجي بقيت لك قيت لك لما انديونا 20 كيلو تجيك في متر وحفرة مش مشكلة لكن ماشي فيه ان شاء الله وفي العالم كلها جو هذا يعني مش نعلم في بنغازي يعني يعني في مكتب خدمات خاص بصيانة الحفرة بدل ما تكبر الحفرة بدل ما تقرب بطريق يجي مكتب معالجات يعني طبعا هذا ضروري طبعا انت تتعطي تتعطي طبعا تشوف انت بشكل يومي عملية المعالجات هذه الفطورة فيعني حتى هو مكتب الخدمات مفروض يجي خاص بالحفر والهبوط فيعني دبل ما تنتهي الطريق يجي يعلجه الحفرة كذا وفي طبعا في العالم كلها طيب الهبوط هذا اللي حكينا عليه من فترة مزال مستمرة عملية المعالجة وخلا سأل الله اسبوح هذا تكتمل هو ركب الخط طبعا فكرة ان الجعب 1500 صعب كان الحصول عليه طبعا هذه مشاكل بنيه تحتية لانا عن نش أي موارد للجعب معانا في تقارير فنية انا جريت لقاء مع قسم شؤول فنية المرور قالوا انهم هما بلغوا البلدية في السابق نعم عن هذه عن توقع حدوث هبوط يعني في هذه الطريق هو الاساس الرسمي هو الشركة العامة مياه صرف صحي البلد الشركة العامة صرف صحي هي اللي تقوم بتشغيل وصيانة البنية التحتية داخل المدينة من غاز هي اختصاصة دور الشركة العامة مياه صرف صحي دور تشغيل البنية التحتية فنش عارف كيف ما عندنا مش فكر ان الطريق هذي من الثمانية وثمانين تقريبا في مصاراتها يعني هو بالكامل الخط هو بالكامل الخط الله مفوض تغير هو الخط يبدأ من أرض زواب من جيت 11 لعن جيت 2 كيش فهو بالكامل خط متهالك بني تحتية بالكامل متهالك تحتاج إلى بني تحتية بالكامل جديدة محطة رفع 60 محطة بكامل خطبان شهدية تبيل محطة جديدة تبيل لك محطات أخرى تبيل جيت 15 وزيتي 16 وزيتي 17 هذي مفوض يندارة في محطة صرف صحي يعني محطة معالجة مفوض يندارة في الكويفية خط عندنا محطة اللولان تاعة القوارشة المتوقفة من 2006 بحطة انت بتداشت تعمل فيه من 2006 نتيجة توقف في محطة المعالجة تاعة القوارشة محطة القوارشة البلدية مش بإمكانها هي محطة معالجة ولا واحدة لا ليس بإمكانها ذلك نقوم بإمكانها حكومة محطة معالجة هي سبع مراحل سبع مراحل متوقفات المرحلة واحدة حقها 50 مليون دولار يعني يقل حاجة تبي يقل حاجة نصف بليار غير سيانة محطة معالجة لا أنا قصد محطة واحدة حتى محطة واحدة بشكل مواقف مدام نحن 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 هي هذه هي محطة هي محطة لأنتكت هي بتاع قوارش هي ما تقدرش أصلا نجعب كل معلوقة عليها متاع المدينة فهمت وفي نفس الوقت محطة قادة متحكة هو من قبل أشخاص حتى تدخل عليها هو المحطة فهذا السبب بني تحتية بلا وقفة كاملة وبعدين طبعا نحن كبلديد بنغازي دورنا خصينات دعم شركة العمم ينصر في الصحي محاولة يعني إصلاح ما يمكن إصلاحها لكن ما هو متأكة بني تحتاج لأبناء تحتاج بلكاملة الجديدة تحتاج لسياسة الدولة في الخصوص نعم زي ما حكينا مشروع استراتيجي كبير فيما يتعلق بإعادة الإعمار ولكن فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة أو المتوسطة التي تشرف عليها البلدية ويبعدين أن نسجل المراحبات هنا من خلال تو بحيث نعم نعم في الدائرة الرابعة الدائرة الرابعة نحن من السنتين كان طريق واحدة كان من صعب أنك تستير فيه ولا كان طريق واحدة تبدأ من الجامعة عن جزيرة السيارات تخارج أنت كانت الزحمة كانت أنت أنت صعب تخطم في في مثلا متين مسل تقطعها في طريق هذا تو الحمد لله يعني لما فتحنا المصر للآخر فتحت شوية عن ناس صح هو ومش المواصفات المطلوبة لكن افتحت اختلاق بحيث أن لكن المشاريع المتوقفة ذكرت بأنها هي تابعة لإعادة الاستقرار أو جهاز جهاز التنمية مثل شرع جماله تبع جهاز التنمية طريق المطار تبع جهاز التنمية طريق بهديم اللي في تبع جهاز التنمية وين جهاز التنمية راقد وضعه عنده 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 مشاكل الله أعلم نحن بس حوالنا نحن نتصلوا بهم فهم قولنا مشاكل يعني كذا كذا مشاكل في الفلوس الله أعلم عن السبب فهم قاعدين يحلحلوا في الأمور هذين تولنا نحن بالنسبة لطريقة الديل الرابع بحيث لنا كانت بوش تشتغل تكملوا عقابة نحن البلدية مستعدين نخشوا عليه فقاعدين تول تواصلوا مع الجهاز بالخصوص هم يتعاملوا مع نفس الشركات مع حكومة اه مع نفس الشركات بالله أعلم دحت الواحد والتعقدات امتهت لكن نحن كبلدية مستعدين للاستكمل الأعمال ما نشعر في إذا كان عندك إضافة أخرى إضافة نحن نقول للمستمعين والأخوة المواطنين من مدينة بنغازي أنها مدينة بنغازي هذين بلدية بنغازي هي البيت الكبير للمدينة بحيث أن نقول لك من نراه الشركة مدينة بنغازي عد الله كيف الشركة الشركة الناشحة هي مفوظة يشتغلوا كافة الموظفين على قدر المساواة والشغل ويأخذوا نفس الامتيازات نحن بشركة واحدة فعامت آيوة فضروري كل الأعضاء الموظفين وشركة الناشحة يكون كل الموظفين يشتغلوا على نفس القدر ونفس المستوي بلدية بنغازي عدوا نحن نفس الشركة مفروض المواطنين كلهم يساعدوا ويعاونوا ويشاركوا في الأعمال تقوم بها بلدية بنغازي لا يمكن أنها تتوقف الطول بلدية بنغازي لا يمكن أنها تتوقف الطول مستحيل تشتغل هذا أو حدا طبعا أن الحق يجوه القطاعات الحكومية كيف مراقبة إسكان التعمير مهندسين مراقبة إسكان التعمير بس الحق كانوا يقدموا في هذه العامل في كل الحاجة في الدراسات في التخطيط الجهاز الإسكان المرافق كلهم يساعدوا الحق الذي يقدموا فيه في الدراسات كذا كذا عند أمس تصلوا بنا للإستثمار العسكري قالونا عندنا منظومة قدمينا منظومة جائز خاصة بالجدسية الأرض وطريقة تصريف المياه فهم حتى قدمونا رسالة نحن مستعدين لمساعدتكم الحق قدموا المساعدات ومشكرهم على كل حاجة نصف الوقت المواطنين نحن حتى هم وقفهم على بلدية بلدية ماذي حجم كبير وإن شاء الله رب الوفقهم جميعين إن شاء الله إن شاء الله يعني عملية تضامنية زي ما ذكرت وأيضا مطلوب من البلدية أكثر أن تهتم باحتياجات المواطن في هذا المجال وغيره من المجالات يعني حد زي ما قلت انت بيت كبير العملية مش طرق بس يعني طرق هذه جزء ربما بسيط نعم طرق عندهم مباني وعندهم مرافق عامة وعندهم عربة فهو مثلا البلدية قامت بتوريد 2680 تقريبا صندوق قمامة فضلات قريب 1100 والسبب السبب صندوق قمامة المحروقات يعني قدواهم في المزارة والدين يعني كسرون يعني يسرقوهم فانعالم مشاكل هذه الحق يعني أولا حتى تصريف مياه العمطار القالي هذا الحديد اللي يسرقو فيه فحتلين أسباب كبيرة أولا أننا نتصروا بالجانب المصري يعني يعدونا قال يمصنع من ألياف الجي عربي بحيث أننا لا يمكن تصنيع لكن فشل في الاختبارات فقال ينترون نعدوا في طريقة واحدة آخر إن شاء الله باش نعرف كيف نعرف قصة هذه لأننا طبعا نتراكم الأوساخ ونحتى يمسبب أول في الخرب ونية تحتية نعم نعم عدة مشاكل العبارية محصلة بعلها المهندس أمين سعد لاريال رئيس وحدة طرق بتابع لمكتب مشروعات بلدي ضعرازي شكرا جزيلا لك وأتمنى إن شاء الله نتلاقوا مرة أخرى في حوار آخر وتكون بعض المشاريع قد أنجزت وعلى قل نحكو على مشاريع أكثر إن شاء الله متحققة على أرض الواقع وأنا أطالب من خلال ردودك باش مهندس مركز التنمية والتطوير جهاز جهاز التنمية والتطوير إنه يعطينا الأسباب الحقيقية ويعرف الناس ولا يغيب عن شارع جمال عن قهدي طريق المطار يعني شنو أسباب التوقف شنو يقوموا مشاريع ويوقفون وبعدين يجي ويقول لي والله الأسباب واحد اثنين ثلاثة أنت بتقش مشروع من الأساس مدام فيه مشاكل ولكن يعني المواطن يسمع فينا وهو اللي يحكم فينا هيد الأمر شكرا لك مرة أخرى ونلتقي إن شاء الله شكرا سيدنا للوالد ونحن طريص لسلامك ونقول طبعا مدينة بنغازي بشروع خير في فترة الجاية إن شاء الله معدينا كم مشروع أخرى جديد إن شاء الله من الكباري الكباري طيحات كباري الثامة نحن عدينا بخصوص قدمنا من كتب استشارية خاصة حاليا قاعد المشروع عن دوال محاسبة راجع فيه للتعاقد وإن شاء الله في مشاريع مميزة في فترة الجاية إن شاء الله لكن برضو نبه أهل المدينة الوقوف مع بلدية بنغازي بخصوص